بمشاركة طلاب المدارس الثانوية في بلدة كسيفي وضواحيها أقيم يوم التوجيه الأكاديمي الذي نظمته مؤسسة رواد للتعليم العالي ومؤسسات أكاديمية من أجل تسويق الجامعات والكليات في الجنوب هذا يعود بنشاط كبير جدا إلى مركز رواد وإلى جميع المسؤولين من البلدة سواء المجلس أو الناس الذين يدعمون المشاريع بشكل عام المجيء إلى هذه الأيام التي تدعم طلابنا وتشق لهم الطريق إلى الأكاديميا وإلى المستقبل عندنا خمس مؤسسات في جامعة بنقريون الجان مفتوحة، سبير، كلية سبير، كلية أشكلهم وكلية أحفا الأكاديمية إيش بيقولهم بالبرنامج؟ البرنامج بيحكي للطالب سوي ثلاثة امتحانات وإذا بتنجح في ثلاثة امتحانات عملياً بتفوت في سنة البوابة الأكاديمية الطلاب تعرفوا من خلال ورشات العمل على مواضيع التخصص والسمعوا إلى محاضرة بعنوان نرافقكم من الثانوية حتى التعليم العالي ثم تجولوا في معرض مؤسسات التعليم العالي الخمس التي حضر من دوبوها لتحفيز الطلاب للانضمام إليها كل مؤسسة منها النوع بتكترح مواضيع معين الشوء وبتكترح شروط الكبول والطالب بيختار الموضوع وبيختار المؤسسة حسب شروط كبولها وبنضم بأمل أنه الطالب ينجح والمشروع هذا ممول بيدفعش قصد تعليم بيأخذ تمويل لسفريات في السفريات العمومية بيأخذ قصد معيشي شهري معين طلاب الثواني عشر في المدارس الثانوية سيبدأون رحلتهم الأكاديمية في الخريف القادم وهم يؤكدون أن هذه اللقاءات تساعدهم في تحديد مصارهم العلمي